صباح الخير واهلا وسهلا بكل زوار قناتي اه النهاردة هقدم لكم فيديو بسيط وسريع على قد ما هو بسيط بس هلقد ما هو مهم جدا وكلنا بندور عليه. انا الحمد لله لقيته ودلوقتي هشارككو بيا. انا هوريكي دلوقتي ازاي تعملي معاطر مفروشات وسجاد بريحة البرفان المفاضل بتاعتكم مش هكلفك اكتر من خمسة ستة جنيه. مطلوب منك ايه? مطلوب بخاخة فاضية. اي بخاخة موجودة عندك انا مباشطيش حاجة مخصوصة على فكرة انا بقى اي حاجة عندي في البيت بتصرف على طول. بخاخة فاضية. اه هتروحي اللي بتاع تركيب العطور اي محل تركيب عطور الموجودين في اي مول او موجودين كتير في كل مكان. وهتدي له اسم اللي انت بتستعمليه. اللي انت بتحب ريحته وتقول له ديني طولة اصغننة بخمسة جنيه من من اسم البرفان ده دي. انا انا شخصيا بحب بصراحة هاستعمل المسك والعنبر والحاجات ديت. بحب اروشها قوي في الشتة. بحس يعني بتدي جو قصري حلو كده يعني. وخصوصا في الشتة لما اقفل كده وارش منها بتعجيبني الصراحة. بس انا عاملة في قط النوم. عندي واحدة سكادة. انا بحب سكادة قوي. عاملة واحدة سكادة لقط النوم. طيب هتجيبي بخمسة دي الازازة كبيرة دي انا بشتريها من الشيوخ القصاد الجامع دي مش مش اللي انا اصودها. التانية هتبقى صغنونة كده في الحجم ده. بس هتفي بالغرض. يعني بتبقى الزيت المراكز بتاع البرفان. ونقطتين كحولة عشان ازابة الزيت. عايز اقولك على حاجة مهمة. لو ما عندكش الكحول ده في البيت كنسيلي على الموضوع ده خالص لحد ما تشتري. لان مش هينفع انك تستغني عنه. وفي نفس الوقت ما ينفعش تستبدليه بحاجة تانية. يعني هيحصل الحجم الاتنين يا ايما هتلاقي الزيت آآ لزق في آآ في الشفاطة من تحت. وتلاعلك مع اول بختين. يا ايما هتلاقيه تلع فوق وش المية وتلع مع اخر بختين. يعني في الحالتين الموضوع بايز. فالكحول ده مهمة جدا يعني ده لازم ده اساسي في الموضوع ده. ونقطتين جليسرين عشان التثبيت. يبقى تاني المطلوب منك ايه? بخاخة. وبخمسة جنيه ايه زيت عطري. انتي انتي بتستعمليه. ونقطتين كحول عشان الزيت يتدوب. جليسرين. ونقطتين برضو عشان التثبيت. دي قطرة عندي كانت فاضية وانا حطيت فيها الجليسرين برضو عشان قدر اخط. طيب هنعمل ايه? اول حاجة. سويني. اول حاجة هنفتح البخاخة. هتنازلي الزيت العطري كده. انا هحط نص الازازة بس. عشان دي بعشرة جنيه انا بجيبها من الشيوخ القصاد الجامع بعشرة جنيه. انا استخدمت نص الازازة بس. كفاية قوي بتبقى رحت وجامدة. بعدين هتحطي نقطتين كحول لبردو. نقطتين اتنين. بعدين هتقلبي كويس. وتشوفي لحد ما طبعا انا مش هوريكم لانكم مش هتعرفوا تشوفوا حاجة خالص. انتم لاجب موبايل كويس او كاميرا كويسة. وانا هوريكم البدع يعني. بس انا كده شايفة ان الزيت والكحول تخففه خالص. بقى شبه الميا كده. بسي. سائل خالص. بقى زيزة كحول لما تعمليش كتير عشان ما يطرش. بعدين هحط نقطتين الجليسرين بتاع التسبيت. نقطتين اتنين بس. مش اكتر. نفس الحكاية برضه هقلت كده. بعدين هضيف الميا. عشان تاني ما تتبقى هدلش. هحكي لكم تاني. بصي انا ضيفت الميا. مش محتاجة ان انا رجها لان زي ما قلتلك الكحول آآ بيدوب الزيت العطري. بيدوب الزيت الكحول يعتبر مذيب. فبيدوب الزيت. بصي عشان الاساس بتاعي كان لونه الزيت بتاعي كان لونه غامق. فمديني لون بيش فتح. كده معناه ان الزيت اختلط تماما بالمية وما فيش اي آآ آآ يعني لما كنتش حطيت الكحول كنت هتلاقي الزيت طالع فوق الوش. او ماسك في آآ في الشفاطة من تحت. فكوحيل مهم جدا يعني. بس بتعبيه في البخاخة و بتبتدي ترشي يطبخي بقى ترجي رجا بسيطة كده لتأكد ان كل حاجة ايه تمام? بيترش على الفرش. شامين? بجد ريحة المسك بتبقى تحفة. تحفة يعني في الشتاء بالزات بتدي دفع كده. عارفة بتخليك تحسي مش عارفة. المهم انا عاملة واحدة عندي لقط النوم بسكادة. انا بحيب بسكادة جدا. عاملة واحدة بسكادة لقط النوم. برشاف قط النوم. في فكرة كمان انت لو عايزة تعملي دوت للحمامات. في موزيب تاني بدل الكحول دوت. هتحطي بدل نقطتين الكحول نقطتين جاز. ايوة جاز. والله العظيم يا بنا تتصدقوني عن تجربة. بكرة هتدعوني لو جردتوها. نقطتين جاز مع اي زيت عطري. للحمام بس. للحمام بس. بتدي ريحة فظيعة. عارفين انتو ريحة حمامات الفنادق كده. او اللي ربنا كرمها بحجة او عمرها وراحت عارفة حمامات الحرم كده. اللي هي اللي بتبقى في الفنادق اللي هناك اللي ريحتها جميلة ديت. نفس الريحة كده بالزبط. بس النقطتين جاز للحمام. وبرده الجاز ما ينفعش تستبدلي بي ديتول او اي حاجة تانية. لازم يا جاز يا كحول. لو مش عايزة تحطي جاز في الحمام يبقى ملكيش غير الكحول. بس وبكده تكون خلصت آآ وصفة النهاردة مش عايزة تتوا في المشد لي عيثة ترجمة ديست قبل واحدة و شكرا unified.